بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة وعيد الأم نظم مستشفى المقاصد الخيرية بالعاصمة عمان الخميس حفلا مهيبا بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين المناسبة العظيمة التي أجمعت عليها البشرية لتكون تكريما للأم وماذا تعني الأم في كل مجتمعات الإنسانية إنها المدرسة الأولى في حياة كل إنسان الأم الأولى في حياة كل إنسان إن الكلمات لتعجز عن التعبير والقلم يتوقف عن الكتابة لأن الأم أكبر من كل الكلمات ومن كل المعاني ولا يعرف قيمة الأم بمعناها الإنساني الواسع إلا من فقد الأم فالرحمة والغفران لأمهاتنا المتوفيات وطول العمر ودوام الصحة والعافية لمن هنا على قيد الحياة الكرامة الكرامة رفع الرأسي الكرامة إعادة الروح لأمة مهزومة الكرامة في 21-68 يسطرها الأردن الصغير والأمة العربية مهزومة في 67 الكرامة مناسبتان يا لها من مناسبتين عظيمتين الأم والكرامة الأم التي تربي الأم أم عمر أبو ليلى شهيد الأمة العربية والإسلامية في فلسطين فرحنا لما نحكي عن يوم الكرامة نحكي عن الأم لأن الأم هي الكرامة حين التحمل دماء الشعب الأردني بالشعب الفلسطيني وحرروا فلسطين بأكناف بيت المقدس وقرى اللاطون والكرامة نعم هذه الكرامة نعم هذه الكرامة فبدي أسمع بصوت واحد منكم تحية إجلال وتقدير من هنا من أرض الحجد والرباب من الأردن من أرض الهاشميين لأخواننا في فلسطين عاشت فلسطين حرة عربية وتأتي المشاركة انطلاقا من الرؤية التشاركية لإدارة المستشفى والمجتمع المحلي كما تخلل الاحتفال قصائد وطنية وتكريما لأم الشهيد ولمجموعة من سيدات المجتمع المحلي رامل عيسى الحقيقة الدولية